السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي والصلاة والسلام على شفيع الأمة وحبيبها محمد عليه الصلاة والسلام شخباركم؟ لبس عليكم تمنعنا الفيديو ديال اليوم إعجاب ديالكم إن شاء الله وتلقاكم في أتمي الصحة والسعادة اليوم بنات استجابة لطلابات العديد ديال الأخوات اللي كان هجوم في الإنستاغرام سوف نشوفو نزوب سبونج كيك لين شاء الله في الحلقة الم الجاية لدي معكم البنت بخومج فرمبواز سوف نشاء الله بجوجد الأشكال واحد فيه اللوز واحد ممتعيه اللوز اللي أتجابه اللوز سوف نشاركه إن شاء الله اللي أتجابه اللوز سوف نشاركه المقالي الأجابVE تحفص مصدق الوصف عندي بنات البيت 5 بيضات 120 غ 120 ملتر 150 غ طحين 1 خمارة فانية من الأحسن يستحسن الالومينيو يجب سبونج البنات أمقات 5 بيضات 1 بيضات 10 غ 120 غ سبونج يجب مقرسة يجب بيضات نضيف لهم الملحة بعد ما يطلعو شوية ابنات غصني هاد البيض والساندة ندخلهم الهاواء قد ما استطعت باش يجيني لو كيك سبونج يجي خاوي من الداخل في هاد اللحظات بعد ما طلعك ازلت فيه معي القاد الفاني ممكن تديرو باكيدي يا لباني اي نوع دي نكهة بغيتو تستعملو تستعملو اخواتي تعلمو لهذا وفي المونتاج غنشرح لكم بزلت الحويت شبش توليو حتي رافيت في هاد الولاي اخكيك سافي البنات بعد ما طلعنا هديك البيض والزيت او بلوتو البيض والسكر غندا نزيد الكيمية اللي عندي دي الزيت مية وعشرين ميلي لتر بالتدريج حتى نكملها كاملة نزيد نهوي لابا يا كيك دي علي فهي بنات هنه نخلت او غربلت الطحين مع اام سميتو الطحين بوحده حتى طحين مع الخميره لبنات نخلت الطحين مع الخميره حين طلقوا ده زي مغصيت عنا فيها لاب وضغ دامو وكيباليا اش دك داك دلوز كنقول اوشنو وشنو كنقول اعنا المويم نخلته الطحين مع اام سميتو سبعة غرام ولا تمانية غرام دي الصمية البيكين باوذور بحال بحال سبع بحال ثمانية البنات نتيجة بحل بحل صافي البنات كتشوفوا كي يجيني يتقيقها لهم هي ووي وكي يجي خفيف نريكم كيفاش تلبسوا المول ديالكم اللي عندها بحل هذا و اللي عندها ديال الاليومنيوم كدهنوا بطحين وزودة بلا ما يقديروا الكاعد كان أخذ القاعد ديال المول وكان أرسم بستيله كان نقطع القاعدة ونفس شيء بالنسبة للجواني كان ندير المول ديالي وكان ناخذ العرض دياله كان نقطع طول وكان نمشي نيشان وكان نديرو بالزبدة باش كي يلصق لي يضغيا فهذا لي مول هادو عاملين اللي بنات كتحلي وتسدي ونفع وخي اي يدفو كي يجي كف هاد السبونش كيك مع الاسميتو مع التوبينج اللي غديري مع هادا او الاغاناش مثالي كي تغطى وكي يجي تحاجة ما كتبقات بقان كننشوفو شفو تقدم ما كنشوفو في الفاصوناج ديال الحاج الصفية البنات استمروا هكذا كنرشم عودتاني جوانيب وكقطع واحد المقيس البنات طريقة لكم رامين اسهالي الطرق اختمتلكم بهالطريقة باش تحبولوا لايخ كاك وتبغيوه وتجيكم الخدمة سهلة لم تخدموش المونتاج وذلك كل شيء في نهار الواحد الا 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 استحسن انك تصوي بلايخ لالسبونش كيك فنهار وتغطيه بالبابي فيلم وتخليته الصباح بشي جيك قابط ويجيك زويون وتبغيك لسي جيك غزال بيعدم كما اولو سا فيه البنات اختيت الايطار ديالي عمرته و هناك يكون الفران ديالي حطيت و البنات يسخن فرن درجة تحراره مئو ستين غا ندخل واحدة نساعد الماقانة ونبعد غا نقص الفران درجة تحراره مئو خمسين مئو أربعي ونخلي كمال الطياب على خاطر 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 ونباشرة نشوفو له دوزين غوسيت لنفس الغوسيت غا نقصي من طحين ونزيد الكمية اللوز هنه هذا اللوز عندي بقشرته تحن تقريبا شي مئو 40 غرام دياللوز بالقشرة دياله 40 غرام دياللوز بالقشرة دياله مع مئو 20 غرام ديالطاحين خمارة نخلطهم تحرير الوز بقشرته لن يجيك لسبونجكيك بنين و يجيك لديل تنظن أخوتي هدية أسهل طريقة دياللسبونجكيك عاودوا شوفوا عاود يعني نشوفوا الطريقة كنتم ترى ان ترى في الغوصي وانتما تريد تفهم اكتر بعد ما هويت لالباري ديالي سوف فهنا نخلط الطحين خميرة وبدرة اللوز ونفس ذاك الشي ممكن تديروا قهوة وشيك ايه 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 كنتو غا تديروا الكريم وصيترون الداخل وعمد محكوك في الهدف كم ممكن يديرو انقاطو غولي كيجي روعة البنات ان شاء الله سنخدمو معاكم نفس 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 الهوسات ثم كتنكهو البنات باش ما بغيتو صافي البنات كنستمرو ان شاء الله هكذا وكن حاولو لكن شي طحين كنحاولو نديرو وبلما كنطيحو ذاك الهاوى او ذاك الشي اللي دخلنا اللوكاك ديالنا وهنا كنديرو عو تاني في الومول وكندخلو البنات اي طيب وكيف ما كتشوفو كيشدو احسن واحدة ساعة اللا روبتال ساعة الماقنالا الى الفران يكون مهي الماتشي ما كيبغيش البنات انو كم تزير بوالي كتشوفو البنات تبارك الله الفوليوم ديالو كيف اشرتها فيه بطريقة باش دخلنا فيه لها وخدمنا هذي يمكن بالنسبة اللوكاك اللي نطخ ما فيه تاشي حاجة فيه غيلا فعني هادا اللوكاك مازال ما اطربشو مازال ما طلعش ديال اللوكاك اللي فيه 40 غرام اللوز بقشرتها كان طحنوها فاندو دخلو وكاتعطينا لابوض غدا عمودة ولكن قاع حمرتو ماشي حمرتو غيلا شفتو شوية في الفرن عدا قدرتو عدا طحنتو كيجي احلى وكيجي كيخورش بحل شكيه ديال ااملو مع زيت ارقان مع هذك اللو اللي كان طحنوه مع اللوز سافي البنات مبعد ما كيطيب كانتخشيو فيه هم كانجربوش طابنا ولا ما طالش كانجربوش طابنا كانجربوش طابنا كانجربوش طابنا كانجربوش طابنا وما نحاولوش نحرقوها لبنات الطيام كيجي هكذا محمر كانتمنى الاخواتي لانكم قربتلكم الشرح صدقوني هاتشية تلخز عبيلة ساهل من اسهل لما يكون دخلي اليوتيوب شوفي ديشين دياليز انجلي دياليز امريكان غتستافدي بس الاكتر يدخلو للي بلوغ يدخلو للي بلوغ كتكون فيهم استفادة بزاك حتى لا نعرفتيش اللغة كتدخلي لدك لبلوغ كتدليلو كتدليلي كوبيكولي كتبشي التخاديوكتور كتدلي التخاديوكتور يخرج لك بالفرنسية ولا بالعربية كنشد اخواتي هادلو ديكوبوه هادا اللي ادخلتو من عند فارق يعني كي قطع لك الحلوة مقدمة بلا هاد لي مبغاش تقطع بالخيط لي مبغاش تقطع بالموس اي موس عندكم انا اخلت هادل كوتو اللي كيستعملو اللي شيف كاملين يعني كيف مسافي كنحطوه كنزير عليه اخواتي سافي كنقطع من الجهة اللولة والتاني كنضور الجهة اللي في عندوك الفليحات للجهة الاخرة وكنكملت قطاع ديالي اخواتي او التاني بالسكين وكدا اكون قد ختمت وصفتي اللي هي لسبونج كيك اللي صراحة البنات اسهل اسهل لسبونج كيك الان غضب ستنسبونج كيك اللي ممكن تميصدق لكش والشيء الاخير اخواتي اللي هو مهم وماش رح تقولكمش وانا لسبونج كيك مني كيخرج من الفرن تخرج للفرن وبقي سخون كانقلبوهه باش الجيء مكمل شوية ضربة لتنieve ديالي استخ priests ب겠습니다 بسميه الانوان شرح لكم كيف هؤلاء وسخون تنظيره بابي كويسان تحت منه كنقلبوه نقلبوه ونضغطو شوية باش كي يجي تقاد وذكر الجهة المنتفقة ما كتبقاش كي يجي مقاد لحتو انا لكيك تاني ما شوفوك لكيك تاني ما استعملت ما قطعت منه التحاجة خليتو هاكا دونك هاد اللعيبة ديال اللي بغتتها لغتلقا عن فاروق المواس كيتباعو في دربعومر أخواتي كينا واحد في الشارع المعروف ديال دربعومر فرنسا موجودين أمازون موجودين دربعومر كينا واحد سيد كيباع الشيقى على خاص ما عم تمثل فيش وصد دربعومر كيبال بمحل خاص بي لوازم الحلويات عيشة سميتو كل شي كل شي عني فاروق كل شي عندو أخواتي هنا وعيتم بيليكم الفاني التحت فوق منو دلوز الفاني والوز والفوقاني باش كي يجينا نخالفو شوية وما نديروشها مويمة نقطع لحت بغت نوريكم لعنده اللوز ديرو لما بغت صوبة بالفاني تديرها أخواتي كنتمنى أنكم متلوب بشلط زين فيديو ديالو لايخ كي بطريقة المتواضعة كنتمنى لأنكم تكونوا استفتتم لفيديو اليوم مناطل استحتان ديالكم شكرا لجميع لحسن الإصغاء وحسن المتابعة دمتم أخواتي في رعيتي اللي لبروجين فيديو بحول الله تعالى ترجمة نانسي قنقر